بشرة إلى موضوعنا للنقاش في هذا الموعد الإخباري سنحاول تخصيص حي الزمني للحديث حول ظاهرة جديدة أصبحت تؤثر بشكل فعال علي ليوميات الكثير من الجزائريين وهي ولوج عالم أنه طبعا هو ظاهرة قديمة لكن اليوم نتحدث عن بعض التطبيقات التي أصبحت تستهوي الشباب الجزائري مثل انستغرام وسنابشات هذه التقنيتين أو هاتين التقنيتين التي أصبحت تستهويان الكثير من الشباب عن طريق جمع أكبر عدد ممكن من المعجبين واللايكات عن طريق استعمال الصور والفيديوهات طبعا سنتحدث عن مختلف التأثيرات التي تؤدي بها هذه التطبيقات على نفسية الشباب وسلوك الفرد العادي في حياته اليومية مع ضيفي بالأستوديو سيد إدريس جواديا دكتورا المختص في المنى السبع الخير سبع الخير ونصر الدين وتحية خالصة للمشاهدين الكرام شكرا طيب نتحدث اليوم بعد أن كنا نقول بأن الفيسبوك أخذ الحيزة الكبير من اهتمام الجزائريين اليوم نتحدث عن تطبيقات جديدة دخلت على الخط وهي تملك من التقنيات ما يسمح لها بالتميز والانفراد يعني بجمالية الصورة والفيديو بالإضافة إلى بعض المحسنات التي تستهوي الكثيرين وهو ما وقع فعلا والكثير من الجزائريين اليوم تأثروا بهذه التقنيات كيف تعلق دكتور شكرا إذن رغم اجتياحة السلوكات والتطبيقات هذه التي ذكرتها تويترز إنستاغرام سنابشات اجتاحت يومياتنا الكوتيدين تعنا ورغم تحذيرات كل خبراء في الصحة العقلية أو النفسية إلا يعني لاحظوا أنه لم يعني مفهوم لغيزه السوسيال يعني الشبكة الاجتماعية وحتى ممارسة بإفراط لم يصنف بعد لحد الآن على أنه مظهر أو سمام سمات اضطراب نفسي أو عقلي أو هناك خالد رغم الممارسة يعني شبه العصابية يعني نحن نقوله لها يعني الهوسة ذلك يعني نشوفه مثلا خاصة المراهقين يحط البورتابل تاعه يحط الهدف نقل تاعه تحت المخداء ويدوره في الفيبرير ويشوفه لكين لايك ويصننه هو فيه يعني الخطر الواحد الذي ننبهه به نحن يعني في مجال الصحة النفسية هو أن يكون بديلا العلاقات الاجتماعية بمفهم السوسيولوجي الواقعي يعني إذا كان مثلا المراهق في الدار ما يتحدث لا مع الأم لا مع الأب لا مع الأخ لا ومع الأخت وينطوي في العالم التاعه يعني الافتراض يعني المونت فيقتويل هذا إذا كان يعني الإفراط هذا أدى إلى يعني المراهق هذاك ربما نلاحظه أنه يعني نقطع أو حدث شيء بقاطع مع العالم بتاعه الأوسري العائلي التمى لربما في خطر ولكن رغم ذلك كما قلت لك يعني هذا السلوك أو مفهوم يعني لغيزو السوسيال ما دخلش بعد في إحسائيات ما يسمى بتشخيص إضطرابة نفسية والعقلية يعني اللي تخوب المونتو هذه الحاجة الأولى ولكن ما بدنا نلاحظه بعد هذه السلوكات يعني المفرطة في التطبيقات الحديثة اللي ظهرت هو أنه يحدث فيه نوع من ما يسمى باللغة العلم النفسة واللغة العربية يعني أصبح هادك اللي تشوف يعني نهار كامله هو مع الأخور السناب شات ويبدأ في الصورة ويحوز في ليلايك والجام هادك أو الأقل في يعني 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 يحصي ويعد شحال شاهدوا الصورة دياله هادك وخاصة ويصور حواج يعني يعني ما تافها ربما رايكل في صندويتش قسمه على زوج يبدأ يبنى ذك الجبنى ذلك ويعني ويصور يحطوا يشوف يعني هذا يعني مرتبط كثيرا إلى شخصية الفرض وهذه الشخصية يعني لاحظنا أن كل ما كانت شخصية هذي كهشة أو يعني قريبة من الكآبة وقل ما نسميحنا يا بلستيمدسوا يعني حب الذات تعون قس لأسباب عديدة ربما داخل البيت أو في المنزل أو في القس التمى للشخص هذك ووش يصير عليه يكسر فيه الإثرات في هذه السلوك هذي للتطبيقات هذه لتعامل هذا بصفة عامة طيب لو نجيو نقطة بنقطة اليوم الشاب الجزائري يحب أنه يواكب التطور يحب أنه يطلع من خلال هذه النوافذ على ما يجري في الخارج وإذا أخذنا تطبيق إنستغرام مثلا فيه العديد من يعني موضيع يعني من لا أقصد الأمور التي تتعلق بالمحيط الخارجي فمن خلال أشريطة الفيديو التي هي موجودة فيه في الطبخ في الديكور في الجمال في الموضة يعني كل الأمور التي يمكن أن تخطر على بالك هي موجودة من خلال الصورة والفيديو وبتقنيات جد يعني متطورة هذا الشيء قد يجذب أو إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا عامل لجذب المشاهد أو المشارك أو المخرط في هذه التطبيقات يعني فيها هناك ذكرت فكرة متميزة يعني فيها يعني كالسلاح ذو حدين أولا هل هناك إيجابيات في هذه النقطة هذه التي ذكرتها بالدات الصور الجميلة يعني HD يعني يعني والجودة يعني عالية ونرى نشوفه فيها الإيجابيات هي أننا لاحظنا مثلا عند الناس الخاجولين خاصة في فترة المراهقة الفرد في فترة المراهقة ربما هناك مواضيع ما يتنولها لا في الدار لا مع الأب لا مع الأم لا حتى مع الأخ الأكبر إذن هذه ربما تشبع الحاجة التيعه يعني لبزوان التيعه أو الفضولية التيعه نحو موضوع ما وتخليه يخرج من الخجول التيعه ويولي على خطر وش فيه يعني الفكرة الأساسية أو النواة لما يسمى بشبكة التواصل الاجتماعي هي ماذا هي التفاعل يعني هذا عدو حاجة إلى التفاعل ولكن التفاعل خضاء شكل جديد وجه جديد مع الوقت المعاصر ومع ظهور هذه التطبيقات يعني اللي رأي نذكرها ونشوفها اللي تجتاح يعني ونعود نكررها يوميات تتعلم ولكن الخطر إلا كان قتلك إلا كان هذا الهوس هذا يتعلق الطلاع ومثلا يحوس كل مخطرة كل مرة باش يشوف يعني ونحقت عدد المشاهدين تاعه ومثلا هذا بما يخص سناب شات أو الإنستغراف فيه تعليقات وكنا نتحدث منذ شهر ربما منذ أشهر على ما يسمى يعني الفيسبوك الفيسبوك صدقني مثلا يعني نعطيكم مثال بسيط البارح كنت مريت بجلب ثانوية يعني هنا في الجزائر العاصمة وقعت يعني كنت نسنا في الزميل وتحدثت معها بعد مراهقين على كده كاني سيجوند برمير تيرمينال يعني أول سنة وحبيت نعرف كيفاش هو ما ينظروا الآخر يعني صدقني لي قالوا لي قاعدك اللي كانولتما كانوا في خبس أستاذ قالوا لي أستاذ قالوا لي حنيا حبوا سناب شات ومشي فيسبوك مثلا قالوا لسناب شات الأب التاعنا والأم التاعنا مزل ما يعرفولوش مزل ما وصلولوش إذن قلت لهم أوكي ما وصلولوش بسع هل الوفات ما وصلولوش اللي راكو تمارسو يعني هي قال لك كي نحبو إيج منقدولوش قال لك مثلا فيسبوك شوالكي ما يقول لك أرانيا سلوفر تحدث على موضوع نحط صورة ولا نحط فيديو أب شفها بابا شفتها لأم شفتها لأخت وانا ما حبيت يعني فيه نوع من الخصوصية الخصوصية وحتى نقول الذكاء 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 العاطفة أو الفعالي ربما ما حمش يتقسم ذلك الأشياء مع الأب تهم وقال إجوية تحون كانت تصب في إطار يعني فكري واحد حتى حتى أسمحني على المقاطة أنه فيه الكثير من الأشخاص يقول لك أنا رحت لإنستغرام لحقوني رحت لفايسبوك لحقوني رحت لتويتر لحقوني يعني يبحثوا عن مهرب يبحثوا عن وسيلة ربما للتعبير عن الذات في ربما متنفس ربما يكون ما فيهش الأشخاص يكونوا قاربين في المحيط الواقعي شكرا للتعبير عن الذات للتعبير ومهما يكونوا هذا مثلا لونيشك الخطر لما الفرض يعني سواء المراهق أو حتى نشوفه ناس في الثلاثينيات وفي الثلاثينيات يعني بدأوا يمارسوا يعني مثل المراهقين هذا وش فيه فيه هذا الهروب هذا من الواقع الواقع التاني اللي صبح يعني لازم نقوله يعني بكل موضوعية أنه صبح أكثر مادية أكثر أنانية وقلت فيه حتى ذكرناها في حصة السابقة مع الزميل تاعك صحفي كثر انطواء لكثرت مثلا السلوكات ربما لا تليقوا كما يقولك بالمجتمع هذا كسبان وشتمن وإذا هذا الإنسان باش ما يجرح وما يجرح وما يتعصب وش يدير يلجأ إلى هذا يعني كمنفذ يعني إلى حد الآن يعني هذا شعور عادي سلوك عادي سلوك نقوله ربما محبت في بعض الأحيان طيب لما يصل أو تصل هذه التأثيرات إلى ربما العائلة أو اللي هي الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع نتحدث اليوم على الكثير من الأزواج يعني واللي هما في مختبل العمر أو في بداية المرحلة هذه يتأثروا بمختلف هذه التطبيقات التي يعني تصل إلى درجة الإدمان عندهم أو بنسبة لهم فبالتالي يقضون ساعات طويلة على هذه التطبيقات مما قد يؤثر على الجانب الآخر أو العكس يعني هذا بسبب لكن ربما رح الناس يعني كما يقولك يتحير يقولك رح نذكر إيجابيات في هذا المجال ربما الزوجين إذا كان واحد فيه مثلا أحد الزوجين يروح لهذه التطبيقات ويسلك سلوك اللي ذكرناك كما المراقباتك يعني تولي له هوس يعني لازم يشوف هذا يعني يعني ربما أحسن شيء بارومات للزوج الأخر أن الزوج تاعة ولا الزوج تاعة راهي هذه اليامات لازم تتحدث معها ربما كان حاجة ربما عندها مشكل ربما رأي تتهرب من مشكلة سواء مهنية ربما عائلية أسرية يعني ربما تخلي الغفر لأسرية هذاك الشخص ربما لك كان الزوجين ما يتحدثوش بزاف ولكن إلا شاف يعني السلوك واحد فيهم وشاف السلوك تغير وتغير ويروح الانستغرام مثلا حتى في أوقات مايروح الانستغرام مثلا المؤلفين يعني يتلقوا في زوج ويكسروا متى يتحدثوا عن مشاريع تحهم عن مستقبل تحهم عن مستقبل أولاد أو مشروع خاص بهم هذا يعني يدل على أن هناك مشكل مقوش خلل هناك مشكل وربما الزوج هذي تعطي له الفرصة بشي راجع الحساب بشي راجع الحساب يقول يا مرأ يا زوجتي العزيزة والكريمة حتى الآخر وعليش هذي يمت يعني ويكون بطبيعة الحال بأسلوب حضاري وأسلوب يعني راقي وحنا نطلبوا دائما أن السلوك وبالتواصل هو غالبا يبدأ بأسلوب حضاري وراقي ويمتاهم بأسلوب أخرى هو غالبا شمين حلال فورطاب ليطفهم وليحكم الشارجور ويارمي في الغرب إذن رغم هذه اليوميات يعني معروفة ولكن نطلب دائما ومن مثلا الآن نقول للمخاطر أو الإنعكاسات السلبية لهذا السلوك مثلا داخل الأسرة أو داخل الزوج الأزواج يعني دون الكوب مثلا إذا كان هذا السلوك استمر ورغم الحديث ورغم كما يقول لك لن تقبل أحد الزوجين يقول له يا سيدتي الآن ربما راقي مركتها ولا راقي مركتها تاني مع هذا السلوك هذا التاعك اللي ولا يأخذ حيز أكبر حتى في الحياة بتاعنا العاطفية يعني يقولها بكل موضوعية التم إلا كان مثلا الفرد هذا ما راجعش نفسه وكما يقول لك وراه يشوف على أنها حالة عادية ويقولها لا لهذه نورمال هذي ربما يعني راه يتبرز يعني مشكل داخل الزوجين واش يدير لغيسة السوسيال من أهم وظائفه ربما سلبي أنه يضخم يضخم مشكل إلا كان مشكل إلا كان هذا المشكل مثلا يقل التواصل يعني بين الزوجين هذا راح يضخمه إلا كان إنسان في حالة ربما شبه كآبة يعني كازي دي بخي سيف هذا الإنسان هذا يقوله الضحف بتاعه وربما يحوس على نظرة الآخر ونظرة الآخر وهذا حناية نشبهها يعني في الميدان تعناف تخصص تعناف على أنه مثل الطفل هذك اللي عنده الحاجة إلى نظرة الأم يعني يشد حاجة أي دحكت معاه قتله هكذا ولادي ماشي هكذا يعني هنا اللي تحدث سابقا على ما يسمى بالنوكوس لغي غي سو التمع يعني هذا الفرض هذا ربما نقدر ندق ونقص الخطر أنه لازم يعني يتعود يقدر كما يقدر يشعل البورتال بتاعه ويكونكته يعني يرتبط بالعالم الخارجي والعالم الافتراضي هذا حتى إذكرنا في الإيجابيات ولكن إذا كان نستمر في هذا السلوك ولا السلوك هذا بديل عن السلوك أو السلوك الطبيعي العادي بين الزوج والزوجة يعني هو السلوك عاطفي سلوك حوار حتى إذا كان الحوار ربما يأخذ في بعض أحيان يعني أبعاد عدوانية شفية غي سيف هذه هي العلاقة الحقيقية الطبيعية طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر دكتور هذه التطبيقات التي في الغالب تتميز بعدم الجدية يعني لما ينشر شخص شريط فيديو مثلا تهكمي أو شريط فيديو ربما يعبر عن وضعية سعيدة مثلا لهذا الشخص في ذلك اليوم أو حتى تعيس يعني هو أو هي تطبيقات لا تعبر عن جدية يعني في مستواها أو في سخرية طبعا في الكثير من الأحيان إلى أي مدى هذا ينعكس على شخصية الفرد في حد ذاته ونحن يعني نسير نحو يعني أجيال لا تعطي الأهمية للكثير من الأمور التي نصفها في الغالب أو متعارف على أنها تصف بالجدية هذا صور هذه أو ما ينشر يعني حتى إن كان في إطار يعني تهكمي في إطار يعني يعني من باب السخرية ولكن المشكلة إذا استمر هذا السلوك وخاصة وراه يعني بصفة ربما لا شعورية وغير إرادية رايحوز دائما على إرضاء الآخر أو نظرة الآخر يلي راي يتهمه مثلا إذا كان إنسان نعطيك مثال بسيط مثلا نحن تسعى المراهق خطر ندرك كما يقول لك جيل المستقبل وربما لأولياء اليوم يستمعوا لنا الخطر يكمن على هذا المستوى لأنه ما عندهمش الوعي الكافي باش يعرفوا أو ضروري باش يعرفوا ما هي المخطر أو الإنعكاسات النفسية السلبية الخطر مثلا إذا كان هذا النظرة الغير هدية تصبح هي المعيار مثلا ما يسمعش وكش يقول أبتعه ولا الأمتعه ولا حتى الأختع ولا الخطع كما كنا احنا يا ربما أو كنا عشر وعشرين سنة من قبل وتصبح نظرة الغير والحكم حكم قيمة يعني للغير سواء كان صديقة أو حتى في بسودو لما يقول هذا هو يعني ربما القيمة أو المعيار المطلق ليقدر مثلا إذا كانوا شافوه وإذا كان مثلا مش في صناب شات في انستاغرام فيه مثلا سولوك أو تعليق مثلا ما يناسبوش وما كانش يتوقع ذلك التعليق وربما سيتجرح إذا شفت يعني هي علاقة شغل تقدر تكون عكسية إذا كان هو كان يحوص على الإعجاب يحوص ربما على التعليق كما يقولك الجمالي أو التعليق شو تعليقه واللي هو يروح لهذاك المستوى الذي يتوقع هو يحوص على هذاك هو يحوص يعني الإعجاب ويحوص الفضولية تعهو باش الناس كما يقولك يحبوا أكثر ينال أكثر عدد إلى ضده مثلا يحط صورة ما فيها لا تعليق لا لايك ولا حتى في على المشاهدة ربما الشيء الجميل هنا شوف يعني علاقة جدلية يعني شيء الجميل هو أنا ربما هذاك الفرض يقولك لا راح أنتوقف هنا ما عنديش جام ما عنديش لايك ما عنديش عدد مشاهدات اللي كنت توقح هنا إذا يوقف إذا إلا كان أخدا هذا الموقف مثلا وخاصة إلا كان أخدا مثلا مع الأمر مثلا يقوله أبانك وتنديل عاق دام إلا كان هذا يعني مش هو وشرا ينشر اللي عنده التأثير عليه ولكن تعليق الغير أو عدد المشاهدات اللي اللي عنده التأثير هذا يعني الطفل هذا أو الفرض هذا دخل يعني في الدوامة نفسية ربما تشكل خطورة من ناحية يعني الفرض الذات تعوه وشخصية تعوه والتعبير عن ذاته يعني كشخص كفرض ينتمي إلى مجتمع أو مجموعة ما طيب بالنسبة لهذه التطبيقات دائما نتحدث عن يعني مختلف العلاقات التي تكون في المحيط اللي يكون عايش فيه وشفنا يعني ظاهرة تميزت بها الفترة الأخيرة اللي هي رفكة إذا سمعت هذه الشخصية التي أثارت اهتمام الكثير حتى من وسائل الإعلام الخارجية الكثير من الشباب وتحدثت عن الخطر اللي ممكن يكون على هذه الفئة وشفنا أن الفئة العمورية كانت أغلبهم يعني كانوا من سن المراهقة هل تشوف أن هذه الظاهرة صحية أم هي ربما شيء قد يدعو لدقنا قوصة الخطر والله حتى شخصيا رانيم كما يقول لك عندي نظرتين مختلفتين في أن الواحد ربما متضاربتين يعني 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 الشيء الجميل هو أن شفنا دون وسائل دون أموال دون يعني ميزانية خاصة مراهق أو شاب أو يعني فرد يقدر يعني كما يقول يجند كما يقول جمهور عدد هائل من المراهقين في مكان ما يعني يتصل بهم يعني ربما هذا حتى الأخي سأيين تعنا مثلا في الإعلام أنتم في الإعلام صديقي الكريم أو حتى ربما حتى المشرع لازم ينظر لهذه الظاهرة الجديدة لا يقول خاطرة في حد ذاتها بالعكس يعني فرد صورة يقول مثلا أنا اليوم والله غدو إن شاء الله نعطيكم موعد له يعني هذا يدل على أن هذي الشباب هدية رفضوا لي رحوا حي بكتشف كما قلت العالم الخارجي أو حيب يشوف الإنسان حتى إذا كان ما عنده ربما أي مكان اجتماعي مميز أو يعني خارقة للعادة ولكن استطاع باش يجلب عدد كما قلت لك هذه المفارقة يعني صحة هذه المفارقة بارك الله فيك الخطر واش قلنا إذا كان يعني هد الظواهر مثلا كثرت وخاصة قلت لك الملاهق واش عنده عنده الطاقة عنده الحماس عنده عنده الحساسية ولكن ينقص الوعي الوعي يعني وربما الخطر إذا كان ما يعني هد الأمور هد الظواهر هو أكيد ما رحش يتحكم ولكن بعد هذا رح يحطي خدمة كما يقول لك يعني للشرطة وربما حتى للدرك ربما يكون فيه يعني بطريقة غير مباشرة غير مقصودة ربما خلل أو يحدث خلل حتى في يسمى بالسلامة العمومية يعني 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 ربما هنا يكون في خطر إذن ربما تحذيرات عبر وسائل الإعلام أو حتى عبر المجالات حتى عبر سناب شات وإنستغرام يعني يدخلوا ناس محترفين ويدخلوا يعني دون كما يقول دون دخول في الحياة تتاحهم يقولوا مثلا كما تدخل كما كان توجيه يقولوا مثلا يا أخي لك ندخل ولكن الاستهلاك المفرط راح مضير للصحة يعني راح نشوفه يعني بطريقة أو بتعبير آخر احتواء هذه الفئة حتى لا تكون فيها خروقات ربما واخترقات من قبل جات أخرى احتواء وربما التنبيهات على أن مثلا إذا كان يعني نأطره ولا نحوص نأطر أو ربما ليس التقنين ولكن التأطير هذا ظاهر هذا راح تحدث مثلا راح تكون مثلا في المقام شهيد في المقام شهيد مثلا إذن ربما يوم عادي يوم الجمعة ولا يوم السبت ما يجي يحتوي هادي يرحوا غير ناس بعض الآائلات ولكن هذا كنهار مثلا نحدث به إذن شفت فرض واحد يقدر يحدث كما أقول تأثير على مختلف الأسلاك والقطاع ربما هذه الميزة تعمل وقع تواصل الميزة خطر الإيجابية هو يبقى أن الفرض الآن يمكن يتواصل مع شخص ما الإيجابية أو الشعور الإيجابية يتقسم مع الناس أو فئة من الشباب يتقسم هذا الشعور طيب شفنا بالحديث عن هذا الهوس ربما بشخصية معينة في موقع تواصل الاجتماعي وخليني نتحدث بالضبط على سناب شات وإنستغرام هذين تطبيقين شفنا حتى شخصيات في الخارج تم اغتيالها يعني بسبب هذا الهوس مثلا أنا أعجب بشخصية على هذا الموقع ونظرا لعدم الرد مثلا من قبله يعني بطريقة انتقامية قد يلجأون واسمعنا عن كثير من الحالات إلى اغتيال أو قتل أو يعني الحق الضرر بهذه الشخصية فقط لأن هذا الشخص مشهور أو فقط لأن هذا الشخص أنا أعجب به لكنه لا يبادل من نفس الشعور وأنا أتوقع منه ذلك شكرا نصر دي شوف الحق الضرر والأخطر في ذلك هذا خطير ولكن الأخطر في ذلك هو هذه الشخصية هذه اللي عندها مأجبين وعندها ديفان كما نقول يعني يقولهم مثلا هو اللي يعطيهم كما يقول لك السيف باش يقطعوا له راسه أو كما يقول كما يطرقه باش يضربوه يقولوا مثلا الآن رهي الساعة تشير إلى مثلا السابعة وشي راني في مكان فلان يعني يعطي حتى كما يقول تفاصيل جيو جغرافية ونرى المكان المحدد ربما هنا صح هنا نلحق مثلا لمرحلة خطيرة جدا تعود بالسلب على شخصية الإنسان ويهدد في شخصيته وفي ذاته لأنه رهي اختارق بنفس كما يقول ما يحظي إرادته ما يسمى بسرية لكونفيدانسي مثلا إنسان بشهر بكري ما تعرفوني يسكن ربما تعرفوني يسكن ما يباكش هسكني يسافر والآن إذا كان شخصية هادية وكما رأيك تقول مثلا كان الناس ربما هادوا عندهم اضطراب عقلي الصح ومعجابين ما هادوك ومثلا وينشر حاجة أو يديلوا تعليق وما يرجع لهش وهذاك يعني شخصية هادية تقول له مثلا وربما خمس ثوانيه بعد ينشر صورة على أنه رأي في مكان فلان رأي يتغدى مع زوجة تاعه مع صديق تاعه مع زميل تاعه إذن هذا هو يزيد إفاق هذا الخطب ويجعل نسبة أو احتمال يعني أن يعتدى عليه أكثر درجة طيب بعد هذا النقاش كله قد يقول ربما والد أو والدة لطفل في سن مثلا السادس يقول لك أنا هاي يضك كيفش ندير ولدي نخليه يتعلم أو من خليه يتعلم ما يكونش يعني في مستوى زمناء أو في هذاك الوقت من خليه يتعلم كذلك أو نخليه يتعلم نخاف عليه من خطر هذا الأمور بماذا تنصح في هذا الإطار دكتور لا لا يعني ما ننصحش بالعكس يعني بطريقة سلبية وربما المفارقة لتمها وكلما كان الأب مثلا اضغط على الطفل هذاك ويقولوا ما تمرش ربما الطفل هذاك يروح بوسائل غير مباشرة ربما ومثلا يروح عند خاله أو كما يقول لك يباسي ميلي ولا يتلبس بأمور ما مثلا يقولوا تقدر تمارس ولكن كما يقول لك تحدثنا على التوجيه تحدثنا على التأطير أو التوعية يقولوا والمرافقة كذلك كان اليوم الأولياء لازم يكونوا في المستوى مع المرافقة وإلك بارك الأولياء إلك كانوا ما ندخلوش في عالم هذا ربما عندهم غير في فيسبوك على خطر صدق نعود للمثال اللي أعطيت لك البارح قلت قول في فيسبوك في خمسة يعني خلسة وستمونا كان يضحكوا قالوا لي يا أستاذ قالوا لي فيسبوك تاع الشيوخة تاع الأب تاع الأم وقال لك وحنا إنستغرام وقلت لهم علش مثلا شوف يعني سؤال يعني دققتوا وخاص قلت لهم علش مثلا الأولياء تعالكم ما يدخلوش لإنستغرام قالوا لي عمو يعني كان وصغل عمو الإنستغرام يجري بزف وربيد وصورة تروح وقلت لها 24 ساعة ربما تروح قالوا لي والأولياء تعالت قائل شوية يعني هذا يدل على ذكا هذه الأطفال هؤرهم يوكبوا لعصر إذن وش لازم ربما التأطير التوجيه وخاصة الحوار يتحوروا بأسلوب حضاري ويتحوروا معهم يعني بطريقة بيداغوجية يفهمونهم أنهم مثلا يولدي خلاص كم يطلق ورح دوك الدراسة ورح نهامك في شغل وحد أخر ما يخلوش يعني هذا السلوك ينبهون أن يولي بديل عن العلاقة ربما اللي يقدر يتميز بها الطفل مع الأولياء التوام شكرا لك دكتور إدريس جوادي كنت ضيفي هذه صدق على كل هذه الشروحات والنصائح نمر اللي